لما في سقوط عمارة قيد الانشاب العشور يوم الجمعة الفارض قررت وزارة السكن تبليغ مقرر السحب النهائي لرخصة المراقي محمد صحراوي عن طريق محذر قضائي مع فتح تحقيق شامل حول كل مشاريع المراقي صحراوي لتذكير فإن وزير السكن عبد المجيد تبون كان قد قرر سحب الاعتماد من المراقي العقاري محمد صحراوي الذي قام ببناء عمارة بالعشور دون رخصة اهلا اخوان